بعد تقديمها تسهيلات للإرهابيين الجبير يؤكدوا أن إيران دعمت مصلحي داعش والقاعدة وسط احتفالات داخلية وتفاعلات خارجية الإمارات تحتفل بعيد الاتحاد الوطني السادس والأربعين قرعة كأس العالم 2018 صدام عربي بين بصر والسعودية ومهمة صعبة لتونس والمغرب أهلا بكم مشاهدين إلى نشرة أخبار اليوم قال وزير الخارجية السعودي عدل الجبير في كلمة منتدى الحوار المتوسطي في العاصمة الإيطالية روما إن إيران تواصل التدخل في شؤون غيرها من الدول وأضف أن إيران قمت بتسهيل حركة أفراد القاعدة وداعش مشيرا إلى أن الإيرانيين عاجزون عن تغيير ميزان القوى في اليمن وأوضح أن لبنان مختطف من دولة أخرى من خلال جماعة إرهابية وهي حزب الله وقال الجبير إن الحل في لبنان هو سحب السلاح من حزب الله مشيرا إلى أن الحزب استخدم البلوغ اللبنانية لتهريب الأموال واعتبر وزير الخارجية السعودي أن استهداف الحوثيين لبعض القرى السعودية مجرد محاولات يائسة وأوضح الجبير أن السعودية كانت ضحية للإرهاب وهي تخوض حربا ضروسا ضده وأكيدا أن لدى المملكة مبادرات لمحاربة تمويل الإرهاب جدد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد أنهي أن رفض بلاده أي تدخل خارجي يمس أمنها وأمن الدول العربية الشقيقة مشددا على ضرورة وضع تدابير لمحاسبة ممولي وداعمي الإرهاب وردعهم وأشهد الشيخ خليفة بن زايد بنهج السياسة الخارجية للدولة والذي أثبتت التجربة سلامته وتميزه وحضوره القوي على الساحتين الإقليبية والدولية بعد تحرير مساحات كبيرة من تنظيم داعش في الجهة الشرقية لنهر الفرات استطاعت قوات سوريا ديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي السيطرة على أهم النقاط الاستراتيجية التي كان يحتلها التنظيم ومنها حقل العمر الذي يعد أكبر حقول النفط في سوريا ذلك فضلا عن حقل التنك اللدين كان مصدرا مهما لتمويل التنظيم في سوريا مرسلتنا رونك شيخي تمكنت من الوصول إلى حقل العمر النفطي ووافتنا بالتقرير التالي معارك عنيفة دارت في هذا المكان وتضاربت الأنباء عن هوية القوة التي سيطرت عليه إنه حقل العمر الذي يعد أكبر حقول النفط في سوريا والذي بلغت زروة إنتاجه 30 ألف برميل في اليوم بات الآن تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية تجولنا في المكان برفقة باسم ليشرح لنا عن أهمية الحقل من نسبة للقوات ويطلعنا على أهم المنشآت بداخله وحجم الضرر الذي تعرض له نتيجة المعارف وبالنسبة للعناصر داعش أهمية أولهم هو من مصادر ثمويل يعني يبيعوا نفط على المدنيين يبيعوا حتى حديد يعني ممكن يشيلوا حديد يكسروا شغلة تكون شغالة في سبيل يبيعونها بس لحتى يعني يجيبوا يعني يجمعوا رأس مال مشان نشراء ذخيرة مشان يجلبوا اللي أيدهم من برة يعني يجمع عناصر وجمع ذخيرة طبعا نحن بسيطرتنا على الحقل وجهنا ضربة قاسمة لعناصر داعش يعني يعني يحطمنا مركز التمويل الأساسي لدولتهم المزعومة طبعا إذا بدنا نقدر حجم الخساري بالحقل بالنسبة المياوية تقريبا تقدر لستين بالمية اللي هما مدمرينوا وإذا بدنا نرجع الحقل ونعيده للخدمة يعني احتمال تروح معنا شغلة لشهور واحتمال لأكثر من سنة يعني في غرفة التحكم داخل الحقل تظهر لوحة كبيرة وأسماء للحقول والمنشآت التي كان يتم التحكم بها من خلال هذه المفاتيح في هذا المكان كان يتم التحكم بحقل العمر بالإضافة إلى حقل التنك ومعمل كونيكو للغاز هذه اللوحة كما تظهر هي التي كان يتم التحكم من خلالها تم تعطيلها أو تعرضت للخراب بسبب المعارك وأثناء تجولنا في الحقل صادفنا ريناس الذي كان يحاول مع رفاقه حماية الحقل من أي هجمات متوقعة لتنظيم داعي نجدين هنا دواعش بكثافة عملنا التفاف بالصحراء جيناهم من الخلف فتنا على الحقل الحقل الأهم يعني منشآة كانت للدواعش لأنه شنو كانوا فيه أنه تثرول فيها يسيطروا عليها الحمد لله سيطرنا عليها يطلع فيها تغلب شيء خمسين بئر هين موجودات أكثر يتم يعني تعطلوا على أيام داعش حقل العمر الذي يقع شرق نهر الفرات والذي يبعد عن الميادين عشرة كيلومترات كان هدفا لجميع القوى المتصارعة في سوريا قبل أن تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية في هذا المكان يوجد أكبر حقول النفط في سوريا حيث يعد نقطة استراتيجية تم السيطر عليها من قبل قوات سوريا الديمقراطية بعد معارك عنيفة مع تنظيم داعش رونك شيخي لأخبار الآن من حقل العمر النفطي في شرق دير الزور أعلنت الأمم المتحدة أن 500 شخص بحاجة لإجراء عاجل من الغوطة الشرقية وقال منسق الأمم المتحدة الإنساني في سوريا أن الأمم المتحدة بحاجة إلى هدوء تام حتى تتمكن من تقديم الغداء المطلوب إلى 400 ألف شخص في الغوطة الشرقية التقرير التالي ومزيد من التفاصيل في تلك الأزقة التي لم تعرف في الماضي سوى ضحكات الأطفال وازدحام المرة لم تعد تنمو الورود ولا يتسابق الأطفال فيها إلا للهروب من موت وشيك حصار وسوء في التغذية وأوبئة هكذا تسير الحياة في الغوطة الشرقية لريف دمشق بعد أربعة سنوات من الحرب المتواصلة تخضع الغوطة الشرقية لحصار مشدد منذ عام 2013 وتواجه أزمة إنسانية وصلت إلى أعلى معدلات سوء التغذية المسجلة منذ بدء الحرب منسق الأمم المتحدة لفت إلى أن هناك أسباب طبية طارئة تستدعي إخلاء 500 شخص من الغوطة الشرقية في الوقت الذي قال فيه تقرير لمنظمة العفو الدولية إن الأسلحة العشوائية المحظورة في أكثر من 100 دولة تعرض المدنيين لخطر كبير بسبب طبيعتها العشوائية وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء أعمال العنف الجارية في الغوطة الشرقية التي ازدادت حدتها منذ 14 نوفمبر الماضي فقد سجل المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 150 مدنياً بينهم 35 طفلاً منذ بدء المعارك العنيفة على الرغم من الإجراءات القمعية والأفعال الهمجية التي مارسها داعش بهدف القضاء على الفن والإبداع خلال فترة احتلاله الموصل إلى أن فناني المدينة ومن بينهم النحاتون وصلوا في الخفاء إبداعهم فوثقوا حقبة الظلام والإرهاب التي جلبها هذا التنظيم إلى الموصل مراسلنا وسام يوسف والتفاصيل خلال ثلاث سنوات عجاف من احتلاله الموصل دمر داعش جميع النصب والتماثيل في الساحات العامة للمدينة كما حطم جميع اللوحات الفنية والجداريات التي كان فنان المدينة قد زينوا بها معالم ومراكز الموصل لكنه برغم هذه الأفعال الهمجية لم يتمكن من تحطيم الفن في نفوس فنانيها أريد أن أقول للعراقيين أولا وللعرب وللعالم جميعا أن هذه المدينة لن تموت مدينة الموصل مدينة مدينة جميلة مدينة تحب الجمال تحب الفن مدينة الثقافة مدينة العلم والأدباء والعلماء لا يمكن أن يموت فيها هذا الصرح الحضاري الذي امتد لآلاف السنين ولا يمكن أن لا يموت ولا يتوقف برغم الأفعال البربرية التي كان يمارسها داعش في الموصل واصل الفنانون مواهبهم بالخفاء وفي أقبية تحت الأرض خوفا من مقاتلي التنظيم سعيا لتوثيق هذه الفترة المظلمة من تاريخ المدينة وفضحها من خلال أعمالهم الفنية كنت أنحت هذه الأعمال وأنفذها سرا في بيتي الذي يحوي في طابقه الأسفل سرداب كنت أعمل فيه وأعمل بجهد جهيد طيلة هذه الفترة التي حكمها داعش وكانت هذه الأعمال أخبئها بأماكن وقسم منها كنت أخبئها تحت الأرض وقسم الآخر لا أن نفذها بالكامل وإنما أبقيها مجرد هياكل لا دلالة لها تظاهرة مسمارية هي عنوان أول معرض فني أقامه فنانون موصل بعد تحريرها بهدف إعادة الحركة الفنية في المدينة إلى مكانتها الطبيعية وبعد أن حاول داعش محو أي آثار فنية من شوارع المدينة وباحاتها حيث كانت الضحية مئات التحف لكن اليوم تولد غيرها الحمد لله قدرنا أن ننجو من هذه الأزمة وأن ننجو بالأعمال أيضا وما ترونه اليوم هو نتيجة نتيجة لهذا الصبر وهذا الجهد رسالة المعرض هي أنه رغم كل الظروف ورغم كل التحديات يبقى الفنان العراقي والفنان المصلي هو الفنان المتميز الذي يثبت نفسه ويتحدى كل الظروف والصعاب والموصل تنهض بفنانيها وأدبائها ومثق فيها ما شهده الفنان المصلي لم يشهد غيره من شرائح المجتمع فقد تعايش مع المآسي التي تسبب بها داعش وتابعها أولا بأول محولا إياها إلى منحوتات تبقى شهدا على الظلم والخراب الذي مارسه إرهابي هذا التنظيم أثناء احتلالهم الموصل فاصل قصير ونواصل نشاطنا إبكو معنا أهلا بكم من جديد قتل تسعة أشخاص على الأقل وأصيب عشرات آخرون بجروح عندما اقتحم مسلحون من جماعة طالبان مدرسة في بيشاور شمال غرب باكستان وأعلنت طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن الهجوم وقالت في رسالة على لسان المتحدث باسمها محمد خرساني إنها استهدفت بؤرة لجهاز المخابرات التابع للجيش بعد ساعات على مهاجمة زعيم تنظيم الظواهر هيئة تحرير الشام النصرى سابقا وزعيمها أبو محمد الجولاني خرج أحد كبار شرعيين نصرى عبد الرحيم عطون ليرد على ما جاء في كلام الظواهر قال الشيخ عطون إن جبهة النصرى منذ تأسيسها كانت فرعا غير معلن لتنظيم القاعدة وما إعلان الجولانية التابعية للقاعدة إلى تسجيد للبيع وليس إعلانا لها ويضيف عطون أن فكرة فكى الارتباط بالقاعدة كانت تهدف إلى تغيير اسم النصرى إعلاميا والإبقاء على الارتباط بشكل سري غير معلن ما يؤكد بالفعل أن فكى الارتباط كان مجرد خدعة إعلامية عطون أوضح أنه في فترة اتخاذ قرار فكى الارتباط عن القاعدة الذي باركه أبو الخير كنائب الظواهر في سوريا كان تواصل مقطوعا مع أيمن الظواهري لأكثر من سنتين وعشرة أشهر شرعي تحرير الشام عبد الرحيم عطون يؤكد أنه بعد إعلان فكى الارتباط وبعد انقطاع لقرابة ثلاث سنوات وصلت النصرى رسالة من الظواهري اعتبرت أن ما اتخذه الجولاني هو نقض للعهد وهو أمر يجزم من دون أدنى شك الوهن الذي أصاب قيادة القاعدة الأمة العاجزة حتى عن التواصل مع الفروع وتدبير أمورها وأكثر فكلام عطون أكد التخبط الذي تعيش قيادات القاعدة فتحرير الشام وبحسب ما جاء في كلام عطون كانت تنظر للشيخ أبي الخير على أنه نائب الظواهري بحسب ما نقله لهم بعد انتقاله من إيران رغم ما أوحت به أحد رسائل الظواهر السابقة بإنابة أبي بصير الوحيشي طلبت تسع دول عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول حقوق الإنسان في كوريا الشمالية بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية والدول التي طلبت عقد الاجتماع على الولايات المتحدة وفرنسا واليابان والسويد وأوكرانيا والأولوغوي وإيطاليا والسنغال والمملكة المتحدة كتبت صحيفة ستار الماليزية أن كينجونغ نام شقيق زعيم كوريا الشمالية كينجونغ أون الذي تم اغتياله في ماليزيا كان لديه ترياق ضد السم في حقيبة ظهره ونقلت الصحيفة عن خبير كان يقوم بتحليل الدواء أنه كانت توجد في حقيبة ظهر كينجونغ نام 12 إمبولة لمدة الإتروبين وهو دواء مخصص لتحييد مصل العصبية والسموم بما في ذلك مادة بي أكس التي وجدت أثرها على جسم كينجونغ نام يصادف اليوم الذكرى السنوية السادسة والأربعين لقيام اتحاد الإمارات العربية المتحدة الذي أقر يوم الثاني من ديسمبر من سنة 1971 وتعددت مظاهر احتفال الإمارات باليوم الوطني السادس والأربعين إذ يتسابق المواطنون والمقيمون على أرضها للتعبير عن فرحهم بهذا اليوم مستذكرين الراحلين الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد المكتوم الذين غرسا بذور الاتحاد مع إخوانهما حكام الإمارات هذا واحتفى محرك البحث جوجل باليوم الوطني السادس والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال زيارة الصفحة الرئيسية للنسخة العربية للموقع وزين شعار جوجل بالعلم الوطني لدولة الإمارات وصورة لأطفال بالزي الإماراتي ونبقى في الإمارات إذ احتلت المركز الأول عربيا فيما تقدمت للمركز التاسع وثلاثين عالميا ضمن مؤشر الازدهار العالمي الصادر عن مؤسسة ليغا توم البريطانية وذكر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على تويتر أن الإمارات حققت أكبر تقدما في العالم من ناحية تحسين مستوى الحياة والمعيشة للمواطنين خلال السنوات العشر الماضية بينما تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة بيومها الوطني السادس والأربعين يضيف إليها العالم مكتسبا جديدا يجعل من اسمها كالمعتاد يرفرف عاليا بين الدول الأكثر نموا وازدهارا ورقيا بعد حصولها على المركز الأول في عدة مجالات عربيا ودوليا هي اليوم تتربع على عرش الدول الأكثر ازدهارا في العالم العربي بحسب مؤشر الازدهار العالمي الصادر عن مؤسسة ليغاتوم البريطانية العريقة في مجال رصد رخاء الدول وازدهارها كما احتلت المركز التاسع والثلاثين على مستوى العالم كأكثر الدول ازدهارا وبذلك تكون تقدمت درجتين منذ العام الماضي إذ صنفت خلاله في المركز الحادي والأربعين وبحسب التقرير شهدت دولة الإمارات أكبر تحصن في المنطقة في مستوى الحياة والمعيشة خلال الأعوام العشرة الأخيرة واحتلت الإمارات المركز الثالث عالميا في معيار حرية التجارة هذا التقدم الاستثنائي لدولة الإمارات العربية المتحدة جاء نتيجة حتمية استراتيجية الحكومة الثاقبة والتي تتطلع للمستقبل الذي يعتمد بالأساس على التقدم التقني ولعل أهم خطوة لتحقيق الإمارات اليوم والغد إطلاق القيادة استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي وهو أول مشروع ضخم ضمن مئوية الإمارات لعام 2071 الذي يمثل الموجة الجديدة بعد الحكومة الذكية كما يعد الاستراتيجية الأولى من نوعها في المنطقة والعالم الإمارات العربية المتحدة بشكها الإيجابي والخلاق تؤمن بأن التقدم التقني لن يكتمل بمفرده فلم تستثني المجال الثقافي واعتبرت أن الثقافة والتاريخ والإنسانية جزء لا يتجزأ من حاضر الشعوب فكان لها أن شيدت صرحا عالميا وهو متحف اللوفر بنسخته الجديدة ليكون كما قال الشيخ محمد من راشد المكتوم ملتقا لمحبي الفن والجمال والثقافة في كل أنحاء العالم ورمزا للتلاقي الفكري والإنساني وعنوانا للتسامح والتواصل هذه هي دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم ماض يسعى إلى التجدد والتجديد وواقع يسير بخطا ثابتة ومستقبل يبشر بكل خير فقراتنا متواصلة وتجدون فيها بعض الفاصل بهدف مساعدة 90 مليون شخص الأمم المتحدة تطلب 22 مليار دولار لعمليات الإغاثة أهلا بكم من جديد والآن إلى جولة الصحافة نبدأ جولتنا من صحيفة الشرق الأوسط التي عنوانت وفاة صاحب فكرة تحدي دلو الثلج توفي صاحب فكرة تحدي دلو الثلج الشهير الذي نال شعبية كبيرة حول العالم خلال العام الماضي عن عمر يناهز السادسة والأربعين عاما حسب ما ذكرت صحيفة اندبندنت البريطانية وصارع أنتوني سينيريتشيا الإبن مرض التصلب الجانبي الضموري لمدة 14 عاما كما عمل جاهدا لزيادة التوعية بالمرض عالميا إلى صحيفة النهار اللبنانية التي عنوانت هذا جديد واتس أب لمستخدمي آيفون فقط في تحديث جديد طرحته منصة التراصل الفوري واتس أب لتطبيقها المخصص لنظام آي او اس بات بإمكان المستخدمين تشغيل مقاطع فيديو يوتيوب داخل التطبيق نفسه وعند تلقي رابط لمقطع فيديو ضمن يوتيوب النقر عليه لتشغيل الفيديو ضمن واتس أب نفسه منما كان يتم سابقا فتح الفيديو عبر تطبيق يوتيوب أو متصفح الويب إلى صحيفة اليوم السابع المصرية التي عنوانت أبل تزود هواتف آيفون المقبلة بمعالجات أكثر كفاءة تطيل عمر البطارية ظهرت عدة تقارير تشير إلى جهاز آيفون المقبل من أبل وذلك بفضل المحللين والتسريبات وحديثا نشر موقع نيكي تقريرا يشير إلى أن الشركة الأمريكية ستدعم هواتف آيفون المقبلة بمعالج جديد كليا أكثر كفاءة وإلى صحيفة الوطن التي عنوانت غلالة كبريتية لخفض حرارة الأرض بدأت البراكين تلعب دور المختبرات الطبيعية إذ يفكر العلماء في إمكان قيام الحكومات بصنع غلالة من ثاني أكسيد الكبريت على ارتفاع كبير فوق سطح الكوكب وذكرت تقارير علمية أن علماء المناخ يتابعون ثورة بركان في جزيرة بالي الإندونيسية للوصول إلى أفكار تمكنهم من الحد من ارتفاع درجة الحرارة على مستوى العالم والآن إلى جولة مع الأخبار الرياضية ستفتتح روسيا صاحبة الضيافة مباريات كأس العالم لكرة القدم 2018 بمواجهة السعودية في موسكو بينما تبدأ ألمانيا حملة الدفاع عن اللقب أمام المكسيك بعد سحب قرعة دور المجموعات التي شهدت بعض المواجهات المثيرة تباينت حضوض المنتخبات العربية المتأهلة إذ أوقعت القرعة مصر إلى جانب السعودية وروسيا وأوروغوي ضمن المجموعة الأولى فيما ستكون المغرب في مجموعة إسبانيا وتونس في المجموعة التي تضم باناما وبلجيكا وإنجلترا قال الكاتب والصحفي الرياضي عبد الكريم الخريجي لأخبار الآن إن المجموعة التي تضم السعودية وروسيا ومصر والأوروغوي ستكون مناسبة جدا للسعودية وأنه يمكن القول بأن جميع المجموعات في المونديال القادم متوازنة إلى حد ما المجموعة التي تضم بلجيكا، بناما، تونس، إنجلترا هي تقريبا أفضل السعودية ستكون مع روسيا ومصر والأوروغوي أعتقد أن كل المجموعات الثمام متوازنة إلى حد ما فيها لما نطلع على الأولى تقريبا تقدر تقوم رشحة روسيا المجموعة الثانية هي البرتغال والأسبانيا هي اللي ممكن شوي تكون حضوظها مع المغرب أقوى يعني المغرب راح يوقع لكن السعودية أعتقد مجموعتها مناسبة جدا بوجود منتخبي مصر وروسيا وأيضا ناخذ تونس بوجود بناما وبلجيكا من المنتخبات المتواضعة أيضا إذا استثنينا إنجلترا حتى منتخب إنجلترا في الفترة الأخيرة لم يكن ذاك المنتخب اللي يعني يشار له بالبنان كما هي المنتخبات القوية في أوروبا أطلقت وكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية نداء عالميا يهدف لجمع الأموال لمساعدة نحو 91 مليون شخص الأكثر عرضة للخطر بين نحو 136 مليون شخص يتوقع أنهم يحتاجون للمساعدة في 26 دولة العام المقبل ويزدد بذلك عدد الأشخاص الذين سيحتاجون لمساعدة دولية في العالم لأكثر من 5% عن تقديرات العام الماضي قدرت الأمم المتحدة تكلفة الدعم الضروري للمعوزين على مستوى العالم العام المقبل بنحو 22 مليار ونصف المليار دولار وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوشا أنه من المتوقع أن يحتاج 136 مليون شخص في العالم العام المقبل إلى المساعدات الإنسانية والحماية بسبب الحروب والنزاعات والكوارث الطبيعية بزيادة قدرها 5% مقارنة بعام 2017 وذكر المكتب في مقره بجينيف إن أكثر المعوزين المعتمدين على مساعدات المواد الغذائية والأدوية والخيام ومواد إغاثة أخرى مهمة متواجدون في دول مثل سوريا واليمن وجنوب السودان وجاء تقييم المكتب بالنسبة لعام 2017 متباينا حيث قدم المجتمع الدولي مساعدات غير مسبوقة بقيمة 13 مليار دولار حتى نهاية نوفمبر الماضي إلا أن الفجوة بين الدعم المقدم والحاجة الفعلية للدعم تواصل الاتساع بسبب ارتفاع عدد الأزمات على اختلاف أنواعها ويتوقع أن تستمر الكوارث الطبيعية المناخية مثل الجفاف والفيضانات في زيادة الاحتياجات الإنسانية لكن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية مارك لوكوك أكد أن النزاعات وخصوصا للأزمات المستمرة منذ وقت طويل ستبقى المحرك الرئيسي للإغاثة في العام 2018 ويتصدر أحد النزاعات بشكل واضح الأزمات الأخرى فيما يتعلق بالاحتياجات الإنسانية ويطالب النداء بسبعة مليارات وستمائة مليون دولار للرد على الاحتياجات المتزايدة الناجمة عن النزاع السوري الدامي أي أكثر من ثلث المبالغ المطلوبة للعام المقبل ويأتي اليمن الذي تمزقه الحرب ويواجه أسوأ أزمة إنسانية في العالم في المرتبة الثانية إذ تطالب الأم المتحدة المانحين على التبرع بنحو مليارين وخمسمائة مليون دولار لتقديم المساعدة الملحة لأكثر الناس ضعفا في البلاد وتشمل الأزمات الأخرى التي تتطلب مبالغ كبيرة جنوب السودان الذي تنهشه الحرب الأهلية منذ 2013 وجمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال ونيجيريا لكن فرصة الحصول على كل تلك المبالغ تعد ضئيلة فالعام الماضي لب المانحون نصف مبلغ النداء وقدموا 13 مليار يورو فقط من المساعدات في أنحاء العالم وفي خبرنا الأخير تعكف حاليا شركة سامسونج على تطوير بطارية جديدة فريدة من نوعها قبل للشحن في وقت قياسي يعادل 12 دقيقة فقط أي أسرع بخمس مرات من نظيرتها المستخدمة حاليا ليثيوم آيون وصممت البطارية اعتمادا على مادة الجرافين إحدى صور الكربون والتي يطلق عليها العلماء اسم المادة المعجزة التتمتع إلى جانب سرعة الشحن خلال 12 دقيقة بسعة تخزين أكبر قبل أن نودعكم إليكم تذكير بأبرز العنوين بعد تقديمها تسهيلات للإرهابيين الجبير يؤكد أن إيران دعمت مصلحي داعش والقاعدة وسط احتفالات داخلية وتفاعلات خارجية الإمارات تحتفل بعيد الاتحاد الوطني السادس والأربعين قرعة كأس العالم 2018 صدام عربي بين مصر والسعودية ومهمة صعبة لتونس والمغرب وصلنا إلى الختام للمزيد يمكنكم دائما مشاهدين متابعتنا على موقعنا الإلكترونية كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا مشاهدة بثنا المباشر في الموقعات نلقاكم بعد أقل من نصف ساعة في مجزل الأخبار شكرا للمتابعة اشتركوا في القناة